بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم بعض التطبيقات على المانومترز و بنبتدي ناخد اكزامبل واحد طبعاً نوعظم المسائل على هذا الجزء الجلدة بدفس الأشكال تبقى مرسومة قدامه و بيطلبني حسب الريكوارد اللي موجودة عندنا في المسائلة فدائماً لما تيتحل أي مسائل بتحدد ال given و بعدك تشوف الريكوارد و هتلاقيك بسرعة جداً بتقدر تحل أي تطبيق على هذا الكلام بليد تيل من بريشور قد بوينت ايه عايز عرف البريشور في الشكل اللي قدامنا لما عندي اتش واحد بوينت اتنين من عشرة متر و الاتش تو تلاتة من عشرة متر و عندي الرووتر ألف كيلو جرام لكل متر مكعب هذي هي المعطيات اللي موجودة أنا ببتدي أرسم الشكل اللي قدامي أو هو بيعطولي المرسوم لازم ماينفعش حل بدون رسم ماينفعش حل كده بالعلاقات على طول أول حاجة باخد نقطتين في مستوفق واحد و في نفس السائل واحد وساوي قيمة الضغوط بينه فعنا لو جيت عند السطح الفاصل هنا المفترض ان ده سطح الفاصل يبقى قيمة الضغط بي 2 بساوي قيمة الضغط بي 3 طب الضغط بي 2 عبارة عن هي عبارة عن بي أت بوسفير زائد وزن عمود الزئبق اللي موجوده قدامنا يبقى بي واحد عند نقطت واحد هنا اللي هي أتموسفيريك بريشر زائد اللي هي الرو في الجي اللي هي الرو اتش جي ده اختصار للرمز الزئبق الاتش جي في عاجلة الاجذبية فاتش طبعا احنا قلنا عادة لو انها اجيب جيش بريشر بي حط الأتماسفيريك بريشر بزيرو وبالتالي يبقى البي 2 عبارة عن اللي هي رو جي اتش طب بي 3 بساوي ايه مجموع الضغوط يبقى عبارة عن الضغط بي ايه؟ زائد وزن عمود الفلاود يبقى ده بي ايه زائد وزن عمود الفلاود المي عبارة عن اتش واحد زائد اتش اتش اتنين يبقى روه G في H1 زي H2 يبقى إذن إحنا بنقول زي ما احنا عدنا أن B2 بتسوي ثلاثة لأنهم هوريزونتل بلان أجزة السيم في اللوت بابتدي أعمل التعويض بتاعنا وساوي الطرفين بعض قادر أطلع مننا قيمة B A طب السؤال بتاعي B A اللي طلع ده جيش ولا أتنوشفير أرجع أنا حطيت لأتنوشفير بكام بصفر يبقى الناتج اللي عندي إيه جيش بريشر يبقى ال B A بتسوي بعد معطب الأرقام لازم تاخد بالك وإحنا بنعرض كله يكون SI unit يعني أي حاجة بالميلي أو بالسانتي حاولها إلى بيتر في الارتفاعات الكسافة أخد ألف كيلو جرام ما أخداش واحد يبقى لازم أراعي أن الطعويل عندي كله باستخدام وحدات ال SI unit آخر حاجة يمكن منتكلم عليها في هذا الكلام أنه بعض جهز القياس غير الموموتر اللي حلم نسميها الميكانيكال بريشر جيش وأشهر حاجة لهذا الكلام هو البوردون تيوب بريشر جيش اللي مرسوم قدامنا ده وده العداد ده اللي انت بتشوفه تقريبا في معظم الأماكن كان عندك كومبريسور في البيت إذا روحت زيارة لمحطات سواء مية أو محطات طاقة أو محطات ستيم بتلاقي معظم هذه العدادات بهذا الشكل فكرة العداد بسيطة جدا أنه أنا عندي بيتكون من انبوب مارين على شكل الـ section بتاعه أوفال يعني شكل بيضوي بسيطة شكل لو أخدت مقطع عليه بالشكل ده اللي بيحصل عندي المائع بيدخل من هنا بيدخل يعمل عندي إيه يعمل عندي استطالة في هذا الجزء يبقى السيجنال بتاعتنا اتحولت إلى سيجنال تانية هنا بتحرك لي الميكانيزم اللي موجود قدامنا ده هذا الميكانيزم اللي موجود قدامنا بيحرك مجموعة الترس اللي هنا فيحرك المؤشر عندي وبالتالي بيكون عندي هنا قيم الضغوط على الـ scale بتاعنا زي ما انت شايف قدامنا هي يبقى أنا لما جاء أشوف الضبط ده اه رشو العدد ده بيقرأي هنا ده بيقرأ بوحدات الـ bar وساعات بيكون حطلك مجموعة من الـ scales واحد بيقرأ بالكيلو واحد بيقرأ بالسكيلو واحد بيقرأ بوحدات انجليزي يبقى أنت لازم تتأكد بداية من شكل الـ scale اللي موجود عندي ايه الوحدات اللي فيه الحاجة التانية هل العدد ده الميكانيكال ده بيقرأ absolute pressure ولا بيقرأ جيش pressure لأنه بعض الشركات ممكن تعايروا بحيث يرى absolute فعادة ده عندنا فيه استخدام pressure gauge اللي موجود عندنا وبالتالي ده بنسميه mechanical system اللي هو احنا بنسميه pardon tube pressure gauge وده من أشهر العددات يعني من أكتر حاجة بيستخدم widely used زي ما قلنا for the steam and compressed gases من أكتر الاستخدام شوعة في التطبيقات الميكانيكية اللي موجودة عندنا احنا بكده بنكون خلصنا المانومترز خلصنا قياس الضغط شوفنا آخر حاجة اللي هي border tube pressure gauge وبنشكركم إن شاء الله نلتقي المحاضرات القادمة بإذن الله